السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سنة أولى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير معيكم رحمة واء من الأفرقة الثالثة والنهاردة ان شاء الله هناخد محضرة لطيفة جدا بعنوان قبل من نبدأ في المحضرة عايزة داردش معكم شوية مبدئيا مبارك ربنا يتملكم مدولة على خير وتخلصوا مدولة على خير يا رب وتفرحوا بدرجاتكم العالية ان شاء الله بصوا يا شباب سنة أولى دايما بتبقى أرخم وأصعب سنة في كل المراحل اول ابتدائي لحد جمع بتبقى أرخم حاجة بداية اي حاجة أصلا بتبقى أصعب وأرخم حاجة عشان مش بتكون متعود عليها سنة على سنة هتبدأ انك تفهم الدنيا وتقدر تتعامل بشكل أسهل ودرجاتك تعلل وحدها فما تلقاش خالص اهم حاجة اهم حاجة نعمل المشترك في كل ده انك تعمل اللي عليك وما تتكسلش وما تتواكلش لازم تتوتل وما تتواكلش بالنسبة للمحاضرة هنمش فيها ازاي اه بصوا يا شباب احنا بدنا المحاضرة دي كل كلمة فيها ان شاء الله هتتشرح وهتتفهم وليها صورة وليها رسمة وليها كل حاجة انتم عايزينها عشان تفهموا اه ما بين بعد كل موضوع معين هحط سؤال او اتنين بحيث نحلوهم مع بعض في قلب المحاضرة بحيث تفهموا أكتر وتحسوا انكم بتطبقوا وتاخدوا كده بحيث تكملوا بعدها تالي حاجة اه انا مش عايزكم خالص تستطويلوا مدة الفيديو غالبا الفيديو هتشرح على بارتين اه وده لاني اه هو الصحيح الفيديو نازل داتا نازل اربع صفح بس بس فعلا زي ما هتشوف زي ما هتشوف معينك كل كلمة محتاجة تفسير تمام والتفسير ده بياخد وقت فانت لو ما يعني ما سمعتش التفسير ده ما فهمتوش هتيكي تقرأ المحاضرة هتحس ان هي ظلام دايمس ان شاء عارف تفهم حاجة ولا عارف تستعوب حاجة فالشرح جزء اللي هتجزق من مذاكرة المحاضرة بالعكس ان شاء الله زي ما احنا متعودين هتخرج من المحاضرة حافظ وفاهم وكل حاجة فما تلقاش خالص ومتستطولش المدة وانحاول ان شاء الله قادر امكان مطولش تمام بسم الله الرحمن الرحيم هقول اي تاني اه بالنسبة لفيديو المراجعة فانا طلعت على اسئلة الدكتور علي ان شاء الله اسئلة لطيفة جدا وحلوة فخلاص قررت ان شاء الله ان هي بقى فيديو المراجعة عبارة عن حل الاسئلة الدكتور علي دي بحيث برضو اللي سمع المحاضر دي وعايز يسمع المراجع كمان بحيث يدرب على الاسئلة وكده فتمام ان شاء الله هتنزلوك قبل الامتحان بتاعكم ما تقلقوش خالص طيب اه بالنسبة برضو في اسئلة نحن نعملينها في نجاح هتبقى موجودات تحت الفيديو حلوها في فون مفيد دا كارت تقول لنا رأيكم في المحاضرة عشان لو في حاجة حصلت مش لطيفة او كده ما نكررهاش تيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده مبدأي قبل ما نبدأ يا شباب مع القشي ننسيت اقول لك بعتذر ان تأخيري المحاضرة علشان كان فيه مشاكل كده والداتة اخدت وقت طويل على نتيجة الكربعات اللي احنا انتو هتشوفوها دي كنت برسمها على القدية عشان ما لقيت شي صور دي على النت فداخد وقت فما عليش بعتذر جدا طبعا القلب ده شغلكم من زمان ده محاضرة الفورما دي لازم نبدأها بجزء فيسيولوجي بحت ولازم لازم نركز في جزء فيسيولوجي ده علشان هو اللي قايم عليه كل المحاضرة لو انت دخلت في الفورما على طول من غير ما تفهم وتستوعب جزء فيسيولوجي انت خلاص مش تقدر تفهم حاجة فلو سمحت هكدك وبعت القهوة وبعت الشاي بتاعتك وتعالى ركز معي في المحاضرة وجزء فيسيولوجي ده بازاي لو فهمتوا كويس هتلاقينا ماشين سريعا في ايه بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة احنا بنتكلم عن ايه شباب نتكلم عن ادوية نسميها انتي اريزميك دروجز ايه بقى الانتي اريزميك دروجز دي دي ادوية مضادة للأريزمية بتاعيلك الأريزمية طب وايه هي الأريزمية اكد انت خطوها في الفورما يستعلك نبدأ من الاول لما يجي الدكتوري اس نبض العيان ايه اللي هيحصل المفروض الطبيعي ان ينقي نورمال هارتبيت في الاي سي جي زي ما انت شايف كده دربات ما بينها مدة متساوية وزي الفول ما فيش اي مشاكل نتيجة ان القلب بيدرب بشكل اللطيف ده كل حاجة في وقتها وكل حاجة منتظم ما فيش اي مشكلة اللي مش طبيعي بقى انه هو يلاقي حاجة اسبها اريزمية او عدم انتظام لدربات القلب بص كده على ال جي اي اف لتحت خالص ده شايفين القلب بيدرب بشكل غير منتظم ازاي شوية ضربتين لازمين في بعض وشوية ضربة بعيدة وهكذا دي بنسميها اريزمية اريزمية هو عدم انتظام في ضربات القلب عظيم جدا علشان نفهم موضوع بيمشي ازاي فاحنا لازم نفتكر ازاي بيحصل الكوندكشن في قلب القلب انا عندي اس اي نود بتبعت اشارة الافي نود ومنها الافي بندن ومنها البرانشز دي البركانجي عشان يحصل ايه في نفس الوقت وده اللي بخالي نقدر نشوف بدالجي تنجيل ان الروم-ارثل ليس ليس مشكلة بلδر تلتجان بطء في ضربات القلب تلتجان مشكلة في الكوندكشن نعود مشكلة في القلب التكيكارديا دي سرعة ضربات القلب نعود نعود ملتجان تاكي كارديا وتلتجان بطاكي يعني قلب تاكيكارديا انها بطء في ضرباتработ التكيكارديا ملتجان الآوال انواع من الاناظمية تحت المسمى الألزمي تمام؟ عدم انتظام في ضربات القلب تمام؟ احنا دوقتي يا جماعة عارفين ان الاس اينود هي الكنجة بتاعت القلب هي اللي بتبعت القشارة وهي ملكة زمنها يبقى احنا عندنا اس اينود بتبعت اشارة عشان القلب يشتغلوا كل حاجة زي فول فلنفترض يا سيدي دلوقتي انك عندك حاجة اسمها اكتوبك فوكس يعني ايه اكتوبك فوكس؟ في حتة كده من القلب بتتجنن او حتة من الهيس الكندكتب تدجنن وتقولك الا اكتوبك فوكس تتزهر لحطة الوحشة بيستفtest من ضمن اسباب ان يحصل عدم انتظام في ضربات القلب هو وجود اكتوبك فوكس في اماكن متفرقة من القلب تشتغل نفس شغل الاسي انول الاسي انول تبعت اشارة وده كمان تبعت اشارة فالقلب يتلخبط هذه هي المشكلة وهو ده اللي قائم عليه الشغل بتاعنا كل النهار ان احنا نفهم ان عندي اكتوبك فوكس بتيجي في وقت مش مناسب تشتغل ومع الاسي انول في القلب يتلخبط ويعمل لي اريزميا عظيم جدا سيبك بقى موضوع اكتوبك فوكس ده حط في دماغك بس يكنه على جنب كده تعال انا وانت نفكر مع بعض علشان نقدر نفهم الاريزميا لازم على القلب نفهم الفيسيولوجي او ازاي بيحصل كوندكشن ازاي بيحصل كوندكشن اساسا في عضلة القلب يعني لو نفترض خلنا كده خلية من من الفنتركل وحبنا نشوف الاكشن بيتنشيل بيمشي فيها ازاي وانما يوصلها كهرباء من الاستئنود اللي بيحصل فيها اول حاجة يا سيدي احنا عارفين ان في الطبيعي ان الخلية بيبقى جواها بوتاسيوم اكتر وبرها سوديوم وكالسيوم اكتر وده بيخليها جوا سالب وبرها مجب عشان جوا في بوتاسيوم يعني كمية الموجب اللي جوا اعلى من كمية الموجب اللي برا وبالتالي جوا يعني بنقول عليها افتراضيا يعني ان جوا سالب وبرها موجب طب لما يوصل اشارة كهربية من الاستئنود للخلية القلب ايه اللي بيحصل فيها قالك يا سيدي بتبدأ السوديوم يتجنن ويخش جوا ايه جوا الخلية لما سوديوم يتجنن ويخش جوا الخلية بيعمل ايه بيبقى عند دلوقتي الخلية جواها سوديوم وبوتاسيوم وبرها كالسين بس وده بيخلي في يقلب الكهرباء بتاعت القلب بتاعت الخلية ان جوا بقى موجب وبرها بقى سالب لو عايزين نمسل ده على كيرف فهنجيب كده مثلا احنا كنا في حالة روحة وزي الفول الخلية ما فيهاش حاجة وليس ما وصلها اي اشارة اللي هي الحالة دي تاو ما وصلها الاشارة على طول بيحصل ايه؟ السوديوم بيبدأ يخش جوا الخلية وبالتالي بيحصل اه فجأة الكيرف يعلى كده بما نسميه فيز زيرو اللي هي فيها حالة دخول السوديوم جوا الخلية يبقى حالة ان الخلية حصل لها كونتراكشن نتيجة دخول السوديوم جوا الخلية لم نسميها فيز زيرو الخلية حصلها كونتراكشن الحمد لله وزي الفول جميل قال بيقولك خلاص انا مش هتنين اعمل كونتراكشن طول العمر انا عايز افك فهيبدأ يفك واحدة واحدة يبدأ يخرج الموجب اللي جوا الخلية اللي عامل المشكلة فيبدأ يخرج مين؟ يخرج البوتاسيوم يقدر على البوتاسيوم يخرج وانت موجب اخرج يا بوتاسيوم تمام؟ بوتاسيوم يبدأ يخرج فيعمل لفيز بنسميها فيز وان دي بولارزاشن أو فيز وان اللي هي فيها خروج البوتاسيوم من الخلية الكالسيوم يبص كده على البوتاسيوم والصود يقول اذا هم عاملوا واحد يخرج وواحد يخرج براحتهم انا كمان عايز اخش فالكالسيوم يبدأ يخش جوا الخلية ويعمل لي حالة اسمها حالة البلاتو يعني ايه حالة البلاتو دي؟ بصوا انا دلوقتي كهورت انا عندي موجب جوا كتير فانا عايز اتخلص منه فبخرج البوتاسيوم الكالسيوم عامل لي مشكلة انا بخرج الموجب وهو كالسيوم موجب يقوم دخلي جوا الخلية فيزود لي الموجب جوا فانا عمل اخرج البوتاسيوم ويتخلي مكانه كالسيوم فكده كاني بعملش حاجة فهفضل شوية كده مش عارف انا بعمل ايه فهفضل في حالة بلاتو او في حالة كده من حاجة من نسميها انا مصالسنا محمد يعني ما فيش تغيير انا بفضل زي ما انا سايفت تمام نتيجة ان انا بخرج بوتاسيوم يخش لي مكانه كالسيوم وเอيني الاخبطة عندي كده انقlier عشان هامل قلب ايه كده في حالة locate انا محتاج اعمل ريلاكسيشن بقى لي علشان انا محتاج ان انا فينتروس تتفتح يgiveاس دم عشان اعيدو الص انقلي من الاول حينيسيول على ذلك سم curiosity جملة البوابات البوابات البوتاسيوم لتخرج حكذا اخمن لتحدث البوابات البوابات البتاسيوم حجوم بالفود فلما نرسمها على الكرب هنلاقي بسرعة بما نسميها هي خروج البوتاسيوم طيب انا دلوقتي يعتبر خلاص انا بقيت زي الفل ودلوقتي الخليط رجعت ان جوه سالب وبره موجب بغض النظر عن مين اللي بره هو رجع زي ما هو جوه سالب وبره موجب بس ده مش الطبيعي فانا هحتاج اعمل ايه؟ هحتاج ان انا رجعه زي ما كان ان جوه بوتاسيوم وبره سوديوم وان جوه سالب وبره موجب من اللي هيعمل لي العملية دي هي السوديام بمب او سوديام بوتاسيوم بمب تيجي البمب دي ما قد على الخلية تبدأ بقى تزبط الدنيا تخرج السوديام وتخرج البوتاسيوم ونزبط الدنيا بحيس ان الخلية ترجع زي ما كانت منتظرة اني جي لها اشارة تانية من الاس انود وتعمل نفس الحركات تانية تعال انا راجع سريعا ايه لا يحصل في الموضوع ده عندما يجي إشارة من السوديوم يخش جوه الخالية كتير فيعمل فيز زيرو بعاوز عمل الريلاكسيشن فبخرج البوتاسيوم فبعمل فيز وان بعاوز عمل الكالسيوم بيستعبط ويقوم داخل الخالية فبيعمل مرحلة من البلاتوء أو مرحلة من السبات من سميها فيز تو القلب بيتجني يقول خلاص انا كده هموت لازم افتح كل بوات البوتاسيوم بسرعة فيخرج بوتاسيوم بشكل كبير فينزل الكرف سريعا من سميها مرحلة تلاتة او فيز تلاتة بعد كده مرحلة الراحة اللي القلب بيكون فيها مرتاح او مفتوحة مستنيا ان يجي لها اشارة كمان دي بنسميها فيز فور وفيها ستوديوم بتاسم بومب هي اللي بتزبط الحوار يبقى ده من سميه حالة الراحة اللي في النص ده من سميه حالة اللا استقطاب اللي بيكون فيها القلب حصيد لكونتراكشن اخر حاجة بنسميها بوردرسينج مبنين بوتانشين عشان احنا رجعنا زي ما كنا وهنبدأ الدورة من الاول تاني عظيم جدا الكلام طيب يا سيدي ده مراقعة سريعة اهو عندي السوديوم بيخش جوه الخالية بسرعة بيقوم رافع الكرف الفجأة وبعد كده هنبدأ نعمل ريلاكسيشن او هنندق نفضي فنخرج البوتاسيوم وبعد كده الكاسيم يخش فيزهقنا فيعمل لي بلاتو اللي هي الفيز 2 وبعد كده القلب يجن يفتح كل البوتاسيوم فينزل بسرعة فيعمل لي فيز 3 فيز 4 اني بيحصل فيها بقى تزبيط والقلب المرتاح بقى تبدأ السوديوم بيتاسيوم بتزبط الخالية بحيث ترجع زي ما كانت عشان تستعد انها تستقبل يعني الكتريستي تاني او كهرباء تاني من الاستقيم تمام اتفقنا طيب احنا كده يا شباب اتفقنا على الجزء الاهم والجزء اكبر من الموضوع كل اللي جاي ده بقى قائمة على فهمك للفيز 2 دي وللرسمة دي كل المحاضرة جايه على الرسمة دي طيب ايه بقى الموضوع قال لك يا سيدي فاكر لما قلت لك ان انا عندي في القلب ساعات بيحصل كده بيجي اكتوبك فوكس ان انا كنت رسمها دوار الخضرة دي الاكتوبك فوكس دي تجيان انه وتقولش معنى اس اونول وتبدأ هي كمان تدي اشارات لي القلب عشان يشتغل جميل قال لك الاكتوبك فوكس دي ممكن يا سيدي على فكه انسان ممكن يكون عنده اكتر من 20 اكتوبك فوكس في القلب مش واحدة ولا اتنين يعني تمام فممكن الاكتوبك فوكس دي شوية يقولي هنا وشوية يقولي هنا وهن وهن وهنا 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 الانسان ده مسلا ان عنده هنوجل شوية اكتوبك فوكس اكتوبك فوكسativesauder بيضرب هنا وحده Frazer او اطبع جميل هنا وحده وتدرب هنا طيب انا انا عايزة حماσει اضمأالك هو بزمدك الانسان او المريض سيحس باني واحدة فيهم يعني ايه هي حاسي انه ؟ طب هي دلوقتي ضربتني أو بعثت الإشارة في وقت أنا قريدي فيه أصلاً عامل CONTRACTION فهل أنا هستجيب لها؟ لا طبعاً مش هستجيب ليه مش هستجيب؟ عشان أنا قريدي عامل CONTRACTION هعمل CONTRACTION أكتر من كده فين؟ فأي إكتبك فوكس تيجي فيه وقت أنا عامل فيه CONTRACTION الإنسان مش يحس بها خالص ولا هتعمل له أي مشاكل ولا هتعمل له أريزمي ولا أي حاجة طب فلنفترض الإكتبك فوكس عامل جيالي هنا يالي في وقت الراحة أنا قريدي أصلاً مرتاح مستني إشارة كمان تجيلي تقول لي أعملي CONTRACTION فأم تجيالي الإشارة من الإكتبك فوكس فأنا زي الله بلها ومعامل الـ CONTRACTION وبكده يحصل أريزمي ما عرفتو إزاي الإكتبك فوكس تعمل أريزمي؟ إنها بتجيلي في وقت الراحة بتاعي فبتخليني أعمل CONTRACTION وأبدأ الحوار ده كله من الأول تمام؟ تمام طب أنا ليه قلت لك الحتة دي؟ قال لك عشان أنا لما أجي أعالج الأريزمي هعمل إيه؟ أنا هفكر دلوقتي تعالوا نفكر دلوقتي أنا عرفت الحل أني أنا مش بحس بالإكتبك فوكس دي ومش بتأثر عليّ لما بتجيلي في حالة الـ DEBOLARIZATION أو في حالة إن أنا بكون عاملكها CONTRACTION جميل جداً يم أنا لو عندي إكتبك فوكس مزهائيني بتجيلي في حالة الراحة أحاول أطول المدة اللي أنا عامل فيها CONTRACTION بحيث الإكتبك فوكس دي تقع في الوقت اللي أنا عامل فيه CONTRACTION فما تأثرش عليّ تمام؟ وهو ده اللي إحنا هنعمله النهاردة طول المحاضرة إن إحنا هناخد دواء بيلعب في الفيزيس اللي أنا قلت لك عليها دي ده وبيلعب في فيز زير وده وبيلعب في فيز وان وده وبيلعب في فيز دو وده وبيلعب في فيز ثري وده وبيلعب في فيز فور كمان وبيبدأ يغير فيهم ويزبط فيهم بحيث إن يزحزح كده الـ CONTRACTION شوية بحيث إن يوقع الإكتبك فوكس في المنطقة اللي عامل فيها CONTRACTION فما حسش بيه ومتع منيش مشاكل جميل جداً زي أهو مثلاً شوف أنا عملت إيه هنا قادر إكتبك فوكس على فكه هي مغيرتش مكانها هي في نفس الأماكن بالزبط بس أنا عملت إيه ومتطول الفيز وان فقامت دي وقع عالي في الحتة اللي أنا عامل فيها CONTRACTION طولت الفيز دو وطولت الفيز ثري وطولت الفيز زيرو ده ده فيز زيرو تماماً طولت الفيز زيرو وان وثو وثري بشكل معين أو بطريقة معينة زي ما هناخد قدام فدلوقتي كل الإكتبك فوكس اللي كانت مزهقاني دي قامت وقعت في منطقة الـ CONTRACTION فبالتالي ما أثرتش فيه وما حسش بيه ما حسش بيه يبقى ده الشكل اللي بيشتغل بيه الأدوية بتاعت الأنتي أريزمية معنا النهارده جميل جداً اتفقنا اشتغلوا بقى يا شبه احنا كده عرفنا ازاي او ايه هو اللي بيحصل في المايوسايت لما يوصلها الكهربا طب انا دلوقتي عايز اعرف ايه اللي بيحصل في الـ S-E Nود لما تيجي تبعت الكهربا يعني عشان الـ S-E Nود تيجي تبعت الكهربا للمايوسايت او الخلية القلب بيحصل فيها ايه؟ لو حطت كده الجالبانوميتر عشان ايه سفرق الجهد في الـ S-E Nود لما تيجي تشتغل حلائي ايه؟ هنسمع كتير في المحاضرة انا بقولك الحطة دي عشان هنسمع كتير في المحاضرة جملة اسمها ايه؟ الدواء ده بيقال الـ S-E Nود لما تيجي تبعت الاشارة بيحصل الـ A-D اول ما بتوصل الـ Firing Level بتاعها بتبقى فجأة تعمل فجأة في الزيرو بعد كده Phase 1 و 2 و 3 مش بيكونوا بينين قوي زي ما بيكون بين في المايوسايت وبعد كده تنزل تحت خلاص خلاصت الاشارة بتاعتها وبعد كده تبدأ تتجهز انها تبعت اشارة كمان اول ما توصل الـ Firing Level تقوم فجأة ترفع الكيرف وهكذا Phase 1 و 2 و 3 تنزل هتتجهز وهكذا هذا اللي بيحصل طيب، ليه بقى Phase 0 و Phase 1 و 2 و 3 و دي Phase 4 قال له، هي Phase 4 عاملة كدريه، مش الكادة Phase 4 في المايوسايت بتبقى كده على السطر بتبقى هوريزونتل ليه Phase 4 هنا طلع مش هوريزونتل؟ قال لك يا سيدي لو عمان، ماشي، قال لك يا سيدي لو لو بصينا في الـ S-E Nود هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هي مش بترتاح ما بين الـ بالعكس، ده هي توم ما بتخلص اشارة بتبدأ تتجهز انها تتوصل الى الاشارة اللي بعدها عن طريق انها بتدخل السوديم جوه الخلايا بتاعتها يبقى مين اللي بيخليني، مين اللي بيخليني في Phase 4 بتاعة الـ S-E Nود مش مرتاحه ومش على السطر؟ انا طالع طول الوقت، علشان السوديم بتاعي بيبدأ يخش بشكل تدريجي في حالة Phase 4 دي بحيس ان هو يوصلني لـ Firing Level أبدأ أعمل اللي أبعث الاشارة وهكذا فلو خلنا خط عرضي كده، هنلاقي ان Phase 4 عملة زاوية مع الخط ده الزاوية دي بنسميها الـ Slope أو زاوية ميل Phase 4، بس هو ده الكلام يبقى تاني، لما تسمع زاوية ميل Phase 4، لازم تعرف ان Phase 4 دي بيحصل فيها تجهيز للـ S-E Nود عشان توصل لـ Firing Level وتعمل تبعة الاشارة نتيجة دخول السوديم جوا الخلايا بتاعتها، الزاوية مع الأفقي نسميها The Slope of Phase 4 عظيم، زاوية ميل، طب انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ قال لك يا سيدي، لما الدواء يعوز ان هو يقلل الـ Conductivity يعني التوصلية، او يقلل الـ Automatist يقلل الـ Automatist يعني القلب يتحرك بشكل Automatic بشكل واحد ويعني، تمام؟ او يقلل الـ Automatist فبيلعب في الـ S-E Nود، بيلعب في إشارات الـ S-E Nود بحيث انه يطولها، ويخليها متوصلش برا بعضها، بيحصل زي الكلام ده، بص؟ فنفترض كده مثلا، اهو، الدواء امجيح قلل دخول السوديم جوه الإيه؟ جوه الخلايا بتاعت الـ S-E Nود وبالتالي، اخدت وقت اطول مع مال وصلت للـ Firing Level بالراحة بالراحة واحدة واحدة عشان السوديم من داخل بالراحة واحدة واحدة وداخل قليل تمام؟ فخدت وقت طويل مع مال وصلت للـ Firing Level عملت بعدت الإشارة، وبعد كده اخدت وقت طويل تاني عشان توصل للـ Firing Level بعد كده بعتت إشارة، ده نتيجة إيه؟ نتيجة أن الدواء قلل للصوديم من داخل الإيه؟ للخلايا لو جينا خدنا خطة عرضي كده، هنلاقي أن زاوية الميل مع الأفقي بتاعة الفيز فور قلت عن الأول، شوفوا هنا كبيرة إزاي؟ وهنا قلت أهين؟ طب أستفيد إيه بقى من الكلام ده؟ أستفيد أن كلما زادت زاوية ميل الفيز فور مع الأفقي، كلما زادت سرعة الـ Conduction أو زادت الـ Automatist وكلما قلت زاوية ميل الفيز فور مع الأفقي، كلما قلت الـ Conduction أو قلت الـ Automatist ده اللي هنحتاجه أو ده اللي الدواء هيشتغل عليه، تمام؟ اتفقنا؟ يبقى الدواء دلوقتي بيشتغل على حاجتين أول حاجة بيشتغل على المايوسايت ذات نفسها بيخليها بتعود فترة أطول في حالة عشان أتفادى لكتوبك فوجس لما تزهقنيش، ثاني حاجة ممكن يشتغل على الـ S-A نود يلعب في الـ Slop بتاع الفيز فور بحيث يبطأ الإشارة يعني ما تجيش إشارتين إس نود ولا بعض أو إشارتين بسرعة أو إشارتين كده فيجوا في وقت أطول وبالتالي أنا هقلل الأريزمية بالشكل ده تمام؟ طيب، لو في حاجة لسة واقعة منك وحاس أنها مش مفهومة كويس، ما تقلقاش حين هنعيد كل ده تاني طول ما احنا ماشيين، تمام؟ فما تقلقاش خالص 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 طيب، دي صورة كده بتفرق ما بين اللي بيحصل في وفي الـ S-A نود الـ S-A نود أهو أدي الفيز فور أهي بتيحصل تاني والفيز فور زي ما أنت شايف مش على الأفقي ده طلع عشان دخول أهو أدي بيخش جوال خالية طب هنا بيحصل فيز زيرو وان ودو وثري وهكذا وهنا بيشرح أهو ليه هنا فيز زيرو عشان سوديم بيخش وفيز وان عشان البوتاسيان بيخرج، البوتاسيان بيخرج وهكذا نفس اللي احنا قلناه بالضبط طبعا دي S-A نود ودي L-A ودي L-Maioside عظيم احنا كده الحمد لله الحمد لله خلصنا المقدمة بتاعتنا وهنبدأ نخش واحدة واحدة في الـ بتاع الـ او في الفورما بقى بتاعتنا طيب بصوا يا شباب احنا نوقف لحد هنا بحيث ان يكون كلام بس فسيولوجي عن الموضوع ونقدمها كده بحيث انك تركز فيها وتحفظها كويس وبعد كده البوتات التانية هيبقى بقى شرح البقية المحضرة فان شاء الله بقى هنقفل ده وافتحوا البوتات التانية بقى تمام؟